اشتركوا في القناة سعادة رئيسي وعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب وسعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وذلك للاستعراض إعلان تأييد السلام وتفاصيله وقد أشهدت معالي رئيسة مجلس النواب على حرص الحكومة الموقرة وتعاونها مؤكدة معاليها أن أعلان تأييد السلام يأتي في إطار الحق السيادي والمصلحة العليا لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله والنهج البحريني العريق في الانفتاح والتعايش العالمي وما تتميز به مملكة البحرين عبر التاريخ من تسامح واحترام للآخر وتعددية بين كافة مكونات المجتمع مشيرة معاليها إلى أن هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق جاء بفضل الرؤية الحكيمة والقرار الشجاع لدن جلالة الملك المفدة انطلاقا من نهج جلالته السديد وإيمانه الراسخ بالتسامح والتعايش والسلام بين المجتمعات والدول والشعوب بجانب مبادرات جلالته الحضارية نحو دعم ثقافة السلام والتعايش العالمي عبر منظومة مؤسسية دولية تحمل رسالة إنسانية لكافة شعوب العالم وأوضحت معاليها أن أعلان تأييد السلام سيدشن مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة وبما يضمن تعزيز السلم والأمن ودعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كاملة وإنهاء النزاع وصولا إلى حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية باعتبارها الموقف البحريني الثابت والراسخة على الدوام وأضفت معاليها أن الاستقرار في المنطقة ودعم جهود السلام وفتح أفاق أرحب للتعاون في مختلف مجالات التنمية ستعود بالخير والنفع على الدول والشعوب والأجيال القادمة وأكدت معاليها أن حكمة جلالة الملك السديدة ورؤيته الثاقبة غدت نبراسا لنهج رائد ومتطور في إحلال السلام ودعم الاستقرار ونشر التفاهم والتعايش العالمي وبما يضمن المصالح العليا للمملكة وفق علاقات دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتحقيق النفع للدول والشعوب من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن أعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل الذي تم التوقيع عليه تنفيذا لخطوة تاريخية اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط يأتي في وقت تحتاج فيه منطقة الشرق الأوسط لمزيد من بناء العلاقات الدبلوماسية وفتح أفاق من الحوار البناء والتعاون المستمر لضمان مواصلة الزهار دول المنطقة وتحقيق النماء لشعوبها وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن هذه الخطوة تعد امتدادا لنهج جلالة الملك المفدى وما جبلت عليه مملكة البحرين في دعمها ومساندتها لكل جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا على الموقف الثابت والدعم للقضية الفلسطينية والسعي لحل عادل وشامل للقضية ونوها معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين عرفت عبر تاريخها القديم والحديث بأنها أرض الحضارات ومملكة للإنسانية والتعايش والوئام والتسامح والألفة والمحبة بين الجميع معتبرا أعلان تأييد السلام بمثابة صفحة جديدة في مسيرة مملكة البحرين وما تقوم به من جهود بقيادتها الحكيمة من أجل أن يعمى الأمن والأمان في دول العالم بشكل عام خصوصا منطقة الشرق الأوسط والاستمرار في بناء الشراكات الدولية وتحقيق المصالح المشتركة وقد أكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن رؤية جلالة الملك المفدى في هذا الإطار تنطلق من إيمان راسخ بالتعايش والتسامح بين الأمم والشعوب وأن يعمى السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أرض الديانات السماوية والأنبياء والرسل وهذه الرؤية الحكيمة تؤكد على أهمية إشاعة السلام والاستقرار والزهار في العالم أجمع وضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين وضف أن جلالة الملك المفدى هو من أبرز الدعمين إلى التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب وأصحاب الأديان وجلالته من المؤمنين أن التسامح هو مبدأ وقيمة عظمى ينبغي أن تسود في كافة المجتمعات العالمية فقد أسس جلالته مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي كما أن جميع أصحاب الأديان والمعتقدات يلقون رعاية تامة من الدولة ومن الحكومة الموقرة والشعب البحرين وكذا أن مبدأ التعايش يمثل أحد مرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين وهي ملتنزمة بمبادئ حسن الجوار مع كل الدول وأكد وزير الخارجي أن أعلان تأييد السلام خطوة مهمة للبحرين وهي ليست موجهة ضد أحد أو دول أو قوة لأن البحرين تؤمن بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشعون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وهي ملتزمة بحسن الجوار باعتباره مبدأ أمميا ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وتريد أن تكون علاقاتها مع الجميع قوية ومتطورة لمصرحة جميع الشعوب وأضف وزير الخارجي أن خطاب البحرين بمناسبة التوقيع على أعلان تأييد السلام هو رسالة ملك وشعب إلى العالم شعب اشتهر بالطيبة والتعددية والتعايش والتسامح وتقبل الآخر مؤكدا أن البحرين نالت احترام وتأييد دول العالم بهذه الخطوة التاريخية المهمة لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط توضيحا لتفاصيل الزيارة التاريخية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وما شهدته من حدث مفصلي شكل كخارطة طريق جديدة في محور عملية السلام في الشرق الأوسط ومسر بالطريق المعبد لها والذي تمثل بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وما رافق ذلك بتوقيع دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل جاء الاجتماع المباشر الذي شهد لقاء وزير الخارجية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب وذلك من أجل التأكيد على حجم التعاون الذي يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية ويؤطر الملامح كافة من أجل وضع جملة التفاهمات وتوحيد المرئيات المتعلقة بالمرحلة المقبلة خصوصا بما يتعلق بجوانب العمل على تنفيذ مبادئ إعلان تأييد السلام مع إسرائيل على أرض الواقع الفعلي بتوجيهات من جلالة الملك اللي طبو العمره بالاجتماع معه السلطة التشريعية حال عودتي من التوقيع على إعلان تأييد السلام لوضع السلطة التشريعية في الصورة عن ما تم التوقيع عليه والانطلاق بوضع تفاهم عن كيف ممكن أن نعمل مع بعض كسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية نسير فريق واحد بقيادة مباركة من جلالة الملك الله يحفظه لتحقيق كافة أهداف الأعلان أهداف الأعلان تتلخص في تحقيق بيئة آمنة مستقرة مزدهرة مستدامة ليس فقط لمملكة البحرين وإنما للمنطقة ككل نتعاون مع أصدقائنا مع أشقائنا لإحلال السلام في المنطقة فشعوب المنطقة تحتاج إلى الأمل في بعضهم عانوا ويلات الصراعات والحروب وارتأى جلالة الملك أن يرسل إلى العالم من خلال هذا الأعلان مبادئ وقيم مملكة البحرين وما تتصف به من قيم التسامح والتعايش والدعوة إلى السلام إجاز صحفي وتوضيحات هم رئيس لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلسي الشورى والنواب بتقديمها والكشف عن أبرز النقاط التي كانت محور الاجتماع الذي جمع سعادة وزير الخارجية مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب إن كان هناك من كلمة فهي كلمة شكر بعد الله سبحانه وتعالى إلى سيدي جلالة الملك رائد السلام ومحب السلام الذي يسأى دائما إلى إحقاء الحق والنسبة للغضية الفلسطينية من خلال هذه المبادرة التي من خلالها أيضا نستطيع أن نتوصل مع الجانب الإسرائيلي لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه سواء كانت السياسية أو الجغرافية هذه الاتفاقية هي لمصلحة البحرين أولا وإن ثم ستساهم في المضي غدما من أجل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق العلام السلام العادل والشام إن شاء الله في المنطقة وفقا لحل ومبادرة المغفور للملكة عبدالله خادم حرمين الشرفين بحل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمة طبعا قلس الشرغية طبعا في هذا المقام كممثلين شعب البحرين نؤكد على حق الشعب الفلسطيني ولن نفرط في حق الشعب الفلسطيني وهو موقف البحرين الثابت الذي أكد جاءت الملك في كل مناسبات بحقه في إغامة دولته وفي أمنه وازدهاره والسلام للشعب الفلسطيني من خلال طبعا السلام الشامل والعادل اجتماع حل بالتوقيت الذي ستسارع الجهات الرسمية المعنية فيما سيليه من أيام إلى التوصل إلى أراء موحدة يسهل من خلالها التعامل مع معطيات المرحلة القادمة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات